استدامة التراث الثقافي والأثري يرتبط بشكل وثيق بتفاعلاته مع البيئة الحاضنة له المشاركون ضمن هذه الجلسة أكدوا أن التغير المناخي يشكل تهديداً لسلامة المواقع الأثرية التي تشهد على حقب تاريخية ضاربة في القدم خصوصاً المآثر المبنية بمواد لا تقدر على مقاومة ويلات الطبيعة مشاركة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة ريبات التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء في مؤسمر الأطراف كوب 28 يأتي في السياق حرص المؤسسة على توحيد جهود مختلف الفاعلين في مجال التراث من خلال مجموعة من الأنشطة التي تنظمها لمزاهمة شركائها على رأسها برنامج لقاءات المؤسسة التي تعد لقاءات اليوم هنا بدبي استمراراً لها كانت جلسة مفيدة جداً جلسة حوارية قدم فيها الحقيقة المتكلمون من خبراتهم أمثلة حية كيف يتم حماية المناطق التاريخية وذلك العودة إلى حقيقة التاريخ كيف كان أسلافنا يقومون بحماية أبنيتهم ومدنهم من التغيرات المناخية كالفيضانات وقلة المياه وغيرها واستعمال مواد البناء المحلية بشكل متطور جلسة تستعرض الدروس التي يمكن استخلاصها من التراث المادي للأسلاف وكيف تم تشييد المواقع الأثرية في سياقها وسبل الحفاظ عليها بالاعتماد على المعارف المستحدثة والتكنولوجيا المستجدة في قطاع الويناء مع الأخذ في الاعتبار أهمية إشراك كل الفاعلين لضمان صمود التراث المادي الذي يعكس حضارة الشعوب وأصالتها قدمنا مداخلة حول مشروع نحن نقوم في ممول من ناشونال جيوغرافيك حول تقييم تأثير تغيير المناخي على التراث خصوصا البترة كحالة دراسية المشروع تم تنفيذها على مدى عام بالتعامل مع الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة إقليم البترة التنموية ركزت المداخلات على التهديدات والتحديات التي يطرحها التغيير المناخي على التراث المادي في أفريقيا مع تسليط الضوء على التجارب العالمية وتبادل وجهات النظر إفريقيا التي تعد القارة التي تساهم بشكل ضعيف في الانبعاثات الغازية الملوثة لكن في المقابل تعد القارة التي تعاني كثيرا من تدعية الانحباس الحراري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر